اشتركوا في القناة 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 او في تعارض ما بين الاثنين او الشباب دايما حاسس انه هو في فجوة كبيرة قوي بين انه هو يقبل على ربنا وبين انه هو يبقى مبسوط في الدنيا فخلينا نقولها بمصطلح احسن انه في فجوة ما بين الدنيا وفهمنا للدين لكن هو الدين والدنيا ما فيش فجوة بينه و بين بعض لانه هما الاثنين بيكملوا بعضا لكن اللي فهمنا الدين فهمنا بطريقة غلط فوصل لنا الدنيا والدين بطريقة غلط فحصل هنا ايه تشويش على الاجيال اللي جاية زي ما بيعلمونا دايما ان وسائل ان احنا نوصل معلومة في الاعلام ثلاث حاجات الرسالة الطريقة اللي نوصل بها الرسالة المستقبل صح خلينا نقول للمستقبل دلوقتي الاجيال الجديدة الوسيلة المادة العلمية اللي احنا عايزين نقدمها للشباب عن كلام ربنا عن سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حلو كده طيب الحاجة التانية طريقة التوصيل طريقة التوصيل مش احسن حاجة على مدار سنين طويلة علشان توصل للمستقبل اللي هو الجيل الجديد المادة او العلاقة ما بين الاجيال دي وما بين الله عز وجل صح فاصبح الرسالة وطريقة التوصيل فيها ايه فيها تشويش وصل الاجيال بطريقة غلط